مكملين معكم في برنامج أكيد ليالي الكويت ونرحب باسمكم بالدكتور سعود فرهود الدرعة مدير منطقة مبارك الكبير الصحية والمدير التنفيذي لمستشفى جابر الأحمد حياك الله دكتور نولنا حياك الله دكتور وألف مبروك هذا الافتتاح اليوم في حضور صاحب السمو أمير البلاد شيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه تم الافتتاح قبل شم يوم فترة قليلة وأكيد كاميرا ليالي الكويت راحت وشفنا التقرير مع مشاهديننا لكن بداية اليوم تم أول يوم استقبال المرضى كيف كان الاستقبال لهذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا شكرا على تحت هذه الفرصة لا شك أن اليوم كان يعتبر يوم تاريخي البدء في تشغيل مستشفى جابر واستقبال المرضى كما ذكرت في الأسبوع الماضي يوم الأربع الماضي تم افتتاح المستشفى بحضور سمو الأمير وسمو العهد وسمو الرئيس من جزراء والحمد لله الوضع اليوم كان هادئ جدا طبعا في البداية التشغيل إلى الآن العملية رح تكون عملية تراكمية في البداية كان العداد نوعا ما قليلة متوقع مع الاستمار في تشغيل المستشفى رح يزداد إن شاء الله العداد متوقع أنه نصل لعداد أكبر خلال الفترة القادمة إن شاء الله إن شاء الله قواكم الله أكيد وتشريف لما يكون صاحب السمو حاضر الافتتاح لهذا المستشفى وهذا المعلم الصحي حقيقة اللي يخدم أكيد أهل الكويت كامل لكن المستشفى عبارة عن مجمع كبير على مساحة 725 ألف متر مربع واذا نتكلمنا عن المرافق الرئيسية المستشفى يعتبر أحد أكبر مستشفىات في الشرق الأوسط من ناحية المساحة ومن ناحية الإمكانيات المستشفى هو مستشفى طبعا يتكون من خمس أبراج رئيسية محيطة في المستشفى وهذه الأبراج عبارة عن يكون فيها أجنحة المرضى وجميع الأجنحة مطلة على الساحات الخارجية فبالتالي جميع غرف المرضى ما رح يكون لها فيو داخل المستشفى إنما فيو كامل خارجي إضافة إلى في منتصف المستشفى يوجد مركز التشخيص والعلاج اللي فيه الخدمات العلاجية والتشخيصية من الأشعة والمختبر والطب النووي والعمليات هذه في منتصف المستشفى والمستشفى أيضا فيه مول طبي يحيط في المركز التشخيص والعلاج وبالإمكان الوصول له بكل سهولة من أي جزء من أجزاء المستشفى المستشفى طبعا يحوي خمس بوابات رئيسية المستشفى أيضا فيه طبعا ثلاث مهابط طائرات حليكوبتر إضافة إلى أن المستشفى طبعا لو أن تحجي عنه كإمكانيات فإمكانيات كبيرة جدا سواء من ناحية عدد الأسرة أو من ناحية الخدمات الموجودة بالحديث عن تمييز حفل الافتتاح الذي شفناه مع المشاهدين بالتقرير حدثنا أكثر عن تمييز هذا الحفل وسعادة صاحب سمو أمير البلاد والله لا شك أن الكويت كلها كانت تتطلع وحرص سمو الأمير من خلال مقابلاتها المباشرة مع وزير الصحة دكتور باصر الصباح وتأكيد سمو الأمير على الحرصة الشديدة على تشغيل المستشفى وعلى ضرورة أن يكون التشغيل يلحق مباشرة استقبال المرضى والتشغيل الفعلي فكانت هذه تعتبر لا شك أنها مسؤولية على وزارة الصحة ومسؤولية على القائمين على المستشفى تضافرت الجهود كل الجهات الحكومية تضافرت بحيث أن استطعنا أن نتجاوز مراحل التشغيل أو الاستعداد لتشغيل المستشفى كما هو معلوم وزارة الصحة استلمت المستشفى في منتصف شهر سبع اللفات والمستشفى كان تحت مسؤولية وزارة الأشغال لكن طبعا كان اللي هو البناء والتجهيز غير الطبي من منتصف شهر سبعة إلى الآن بدأنا في تجهيز الطبي وتجهيز الكادر الفني والإداري وبأنظمة الآلية الكاملة فلا شك لها هذه عبارة عن مجهود كبير خلال فترة حوالي أربعة أشهر أنه وصلنا إلى المرحلة هذه نعم الدكتور سعود يعني قاعد أشوف ما شاء الله مباني مقوسة بالنص فيه مبنى هذا هو هذا الاستقبال المبنى اللي بالنص هذا هو عبارة عن مبنى تشخيص والعلاج تشخيص والعلاج اللي هو فيه الأشعة والمختبر والطب هذه المنطقة المحيطة منطقة أجنحة والمنطقة اللي بالنص هي منطقة خدمات منطقة خدمات فيها العمليات فيها العناية المركزة فيها الأشعة والمختبر الطب النووي وفيها الخدمات في الدور الأرضي في الاسترداب اللي هي كل الخدمات الصديقية المركزية والمستودعات وغيرها فكلها موجودة في المنتصف تخدم المرضى وسهولة الأكسيسابلتي للوصول للأجنع يعني نقطة البداية بالتشخيص المبنى اللي بالنص بعدين تنتقل يمين نساء المريض ممكن لما يجي العادة الخارجية لها مدخل بروح العادة الخارجية اللي يجي للشسمة للحوادث الطوارئ أيضا لها مدخل وحسب المكان اللي رح يكون فيه المريض رح يحدد وين حتى اللاجنحة اللي رح تكون البوابات اللي رح تخدمها وتكون قريبة من وصولها سواء للاجنحة الداخلية أو للخدمات العلاجية الموجودة الداخل نعم دكتور مثل ما شفنا اليوم بالافتتاح كان فيه طاقم استقبال خاص يستقبل المرضى ويوجههم للعيادات لشان يروحون حق مكانهم أو عياداتهم لكن آلية العمل بالمستشفى آلية خنقول فريدة من نوعها بالكويت إنها بيبرلس بدون أوراق بدون تحويل شلون تتم هذه الآلية؟ هل فيه باركود معين يأخذون المرضى؟ طبعا نحن أخذنا على عاتقنا أن يكون المستشفى بيبرلس بمعنى عدم وجود أي ورق مع المريض أو ملف ورقي فالمريض مجرد يأتي سواء العادة الخارجية أو الحوادث أو كذا يأخذ سلب عادي والسلب هذا سيكون فيه باركود فيه رقم المدني والمكان الذي يراحلها الـ Consultation Number للإستشارة طبية من خلالها يقدر يروح للصيدلية يقدر يروح للمختبر يقدر يروح لأشعة يقدر يراجع في مراجعاتها الكاملة النظام كله مرتبط مرتبط ترتبات كامل مع جميع الأنظمة الموجودة داخل المستشفى وبالتالي الطبيب يقدر يشوف ملف المريض سواء إذا جاء المريض للحوادث للطوارئ أو يا المريض للعادة الخارجية أو يا المريض كأين بيشنت المرضى الداخلين سنرى نفس الملف بنفس المعلومات الطبية شيء جميل يعني ما فيه ملفات ما فيه ملفات الملفات نحن محتفظين فيها في السيستم نفسه في حالة مريض نقل إلى مستشفى آخر يعني أو انتقل إلى مستشفى آخر ما فيه مثلا ملف إلكتروني سيطلع على Hard Copy يسمونها Print Out تطلع لها مباشرة وتسلم لها أو إذا كان لا قدر الله في شيء يسمونه المتابعة القانونية لأي حالات مرضية ممكن تحدث يعني الورقية انتهت في مستشفى نحن نسعى وجاد دين ويعني مصرين على على الاستمرار فيها إن شاء الله أسأل الله يقويكم إن شاء الله هذا كل لخدمة المراجعين هو معروف طبعا أكبر التحديات في الخدمة الصحية أنك تنقل الناس أو الستاف الطبي وكادر الطبي من ما تعودوا عليه من يدوي إلى إلكتروني كامل هي عبارة عن challenge وأعتقد الجماعة أخذوا التدريب الكافي وقادرين أن يتعاملوا مع الموضوع والله أنتوا قدها بصراحة نحن متفائلين أكيد فيكم وأكيد فيه مالي وزير الصحة الدكتور باصل الصباح أكيد ممقصر لكن أنا بما أنه قاعد أشوف هذه التحفة المعمارية الجميلة وأنا أشعر حقيقة لما تكون عندنا تحفة موجودة أو معلم صحي بهذا الحجم صراحة ينتابني شعور الفخر لكن شنو يميز هذا المعلم أو الصرح الصحي خلينا أنا أقول لك شنو شنو إمكانيات المستشفى نعم إمكانيات المستشفى أولا يعني خلينا نقول هو مستشفى عام وتخصصي في نفس الوقت حل بمعنى يعني عندما يتم تشغيل المستشفى بشكل كامل بطاقته الكاملة المستشفى المريض لا يحتاج إلى أن يذهب إلى أي تخصص خارج المستشفى بمعنى المستشفى ستكون فيه كل التخصصات العامة إضافة إلى التخصصات الفرعية والدقيقة من جراحة قلب إلى جراحة مخو عصاب إلى جراحة أوعية دموية إلى جراحة أطفال إلى كل أنواع التخصصات تخصصات الباطنة من الروماتيزم أمراض الدم الجهاز التنفسي وغيرها العناية المركزة للأطفال والخدج كلها ستكون موجودة في نفس المكان أيضا المستشفى فيه ترومة سنتر لمركز الإصابات هذا المركز الإصابات الأول في الكويت هذا سيتلقى الإصابات المتعددة أحد المشاكل الموجودة عندنا لما يصاب حوادث السيارات المنتشرة أحيانا تكون متعددة الإصابات متعددة في المخ وعصاب وأحيانا أو عدموية وكذا فيضطر المريض ممكن يتنقل الآن في ترومة سنتر رح يكون فيه بعد تشغيله كامل للمستشفى رح يكون جميع التخصصات موجودة بحيث يتم التعامل مباشرة مع المريض بشكل كامل دكتور حتى الولادة؟ حتى الولادة بس طبعا في مرحلة ثانية نعم في فترة مرحلة التشغيل الثانية رح يكون فيه عندنا الأمراض نسة وولادة إضافة إلى تلقيح صناعي وخدمات الخدج كاملة غطيته جميع التخصصات الطبية نحن نغطيها في المرحلة الأولى نحن نتكلم على عدة مراحل مراحل التشغيل تحتاج إلى أن تكون خطواتك حكيمة وتسوي لها تستنج تختبرها اختبار جيد حيث تتطمن على سلامة كل مرحلة المراحل المرحلة الأولى الآن نحن نشغلين في العادة الخارجية رح نستمر لعدة أسابيع ثم الأجنحة مع العمليات مع العناية المركزة مع وحدات القلب بعدها فترة قليلة أيضا ثلاث أربعة سابيع رح ندخل الطوارئ ونبدأ العمل بالنسبة للمستشفى يمكن بعد فترة رح تتسع حتى إضافة إلى خدماته النوعية والكمية رح تتسع حتى الأشخاص أو قصد الجهات اللي رح تكون مستفيدة من المستشفى نعم نعم دكتور بالحديث عن الكوادر الطبية هل تم نقلهم من نفس المستشفيات ولا استحضرته كوادر طبية جديدة والله طبعا نحن في المرحلة التشغيل الأولى يعني اعتمدنا بالدرجة أولي على الكوادر الكويتية وفي عندنا الكوادر الكويتية عالية المستوى وتم اختيارهم بشكل انتقائي شديد وإضافة إلى بعض الأجنسيات الأخرى مع استمرار في التشغيل المستشفى واستمرار الأسماء وتم تحديد التخصصات بحيث أن يتم التعاقد مع بايونيرز اللي يعتبرون في قرز في التخصصات الرئيسية بحيث أن نستطيع نغطيها ونقلل لقدر الإمكان الحاجة لعلاج بالخارج ممكن أن المستشفى سيفتح لنا مجال كبير جدا هناك شرطين للتعاقد مع أي جهة خارجية لابد أن نشترط أن يكون هناك تدريب لكوادر كويتية بأعداد معينة وأيضا لابد أن يكون هناك اعتماد واعتراف من مؤسسات دولية بمستوى جودة في الخدمة حتى يستمر التعاقد مع الأشخاص الذين سيتم التعاقد معهم طبعا العملية هي عملية مركبة ومخطط لها على مدى السنتين القادمتين نعم الدكتور سعود الدرعة ما شاء الله كونك مدير مستشفى جابر اليوم بلشتو أنت واستقبلتو المرضى في المرحلة الأولى المرحلة الأولى العيادات الخارجية المرحلة الثانية المرحلة الثانية ستكون الأجنحة مع العمليات مع العنايات المركزة الثالثة مباشرة ستكون الطوارئة هذه كلها نسميها المرحلة التشغيل الأولى كل المرحلة هذه المرحلة الأولى هذه المرحلة الأولى المرحلة التشغيل الثانية ستزيد فيها عدد الأسرة من وعية التخصصات إلى أن نصل إلى نهاية السنة نصل حوالي 55% من طاقة المستشفى على السنة القادمة اللي وراها الخطة الموضوعة أن نصل إلى 100% من طاقة المستشفى إن شاء الله خلال سنتين خلال سنتين متوقعين إن شاء الله إذا استمر الوضع على ما هو عليه طبعا بناء على قرار مجلس الوزراء بطلب من وزارة الصحة باستلام وتجهيز وتشغيل وإدارة مستشفى جابر قامت الوزارة بمجهودات هذه ومع وجود الخطط اللي صار لها فترة تم تنقيحها وتعديلها أكثر من مرة دكتور في لغة حول موضوع أن يتم تسليم هذا الصرح الطبي حق شركة خارجية مثل ما يتم في بعض صروح الموجودة عندنا أو المطارات هل رح يتم تسليمها ولا تشغيلها من قبل الطاقة الطبي مم بهذه الصورة طبعا الخدمة الصحية خدمة مكلفة تكلفتها تكلفة عالية لا شك أن صدر قارن المجلس الوزارة بإنشاء شركة من خلال من خلال هيئة العامة الاستثمار وهذه الشركة اسمها شركة عناية ولها شكلت مجلس إدارتها ووكيل وزارة الصحة والوكيل المساعدة الشئولة الفنية أعضاء في مجلس إدارة يفترض أن الشركة هذه رأس مالها الإسمي 150 مليون المدفوع منها 3 مليون 750 ألف إدارة المستشفى طبعا أعتقد الشركة الآن في طور أنها تحدد آليات العمل فيها وزارة الصحة حسب الأوامر اللي عندنا رح نستمر في تشغيل المستشفى إلى أن تكون الشركة جاهزة لتشغيل المستشفى هل هو تشغيل جزئي هل هو تشغيل كامل أنا أعتقد المسألة محتاجة إلى وقت وأعتقد أن الوزارة قد تستغرق وقت في تشغيل المستشفى السدكتور في تم تسليم بعض الأقسام لهذه الشركة مثل قسم الاستقبال اللي شفناه اليوم هذه شركات خاصة ما لها علاقة في شركة الإدارة أو شركة الإدارة هذه شركات خاصة طبعا هنا عندنا مثل ما تكلمنا قبل استيديو أن أحد أهم جزئتين في نقطة التقاء المريض مع الخدمة الصحية هو السجلات الطبية والعلاقات العامة فالسجلات الطبية والعلاقات العامة أصبحوا من خلال شركتين وفصلتين مع وجود الشباب الكويتيين مع وجود المشرفين سواء في السجلات أو في العلاقات العامة فأعتقد أننا سيقدمون خدمة قدر الإمكان في حدود أيضا المساء التعاقديين تدرون بعد قصة التعاقدي عندنا في الكويت مربوطة بأقل سعر ومشعر فيش كله هذا شيء جميل فقط أننا على الأقل نحن نتحرك في حدود الإمكانيات التي هي متاحة عندنا أكيد وفق العطر القانونية أكيد بلا شك لكن ما وصلت إلى صورة معينة للكوادر الطبية والفنية الموجودة داخل المستشفى كم عددهم؟ الآن طبعا كل مرحلة المراحل لا تقدر تجيب كم كبير وما تشغلهم أضرب لك مثل على سبيل المثال المستشفى في طاقتها الفعلية سنشغلها في 2600 ممرضة الآن نحن داشتنا على 800 ممرضة عشان نشغل المرحلة الأولى بعد فترة سيزيد بشكل تلقائي والموظفين هذين الممارضات أساسا تم التعاقد معهم موجودين في وزارة الصحة وتحت مسمى مستشفى جابر وهم ضمن الكادر الطبي المستشفى جابر خاصين في مستشفى جابر من سنتين نحن ندربهم فبعد خلال متى ما حتجنا لتشغيل أي جزء سيتم سحب الجزء الخاص في القسم الخاص في اللي يحتاج لفترض مصحية بس لك سؤال بمعنى أعداد ضخمة خصوصا بالمرحلة الأولى مثلا ما ذكرت دكتور سعود الدرعة لكن أين تقعدونهم؟ لا طبعا في مباني في سكن خارجي داخل في سكن خارجي سكنات خارجية في مناطق المحيطة وفي سكن داخل المستشفى داخل المستشفى أعداد محدودة داخل المستشفى طبعا دائما نخلي نحن لداخل المستشفى اللي يصوب مال الطوارئ ممرضين الطوارئ ممرضين الأجنحة أكثر شيء يكون القريبين من المستشفى بحيث أن يكون التيرن أوبر مالهم سريع أما الععدات الخارجية والأجنحة العادية ممكن تكون في سكنات في المناطق المحيطة وهذا شيء متعرف عليه موجود سكنات كثيرة إضافة إلى الأطبة طبعا نحن الآن بدين 200 طبيب سنصل إلى 750 طبيب طبعا كل مرحلة المراحل حسب المرحلة سيزداد عدد الأطبة ونوعياتهم مثل ما قلنا بعد فترة إذا دشينا في موضوع التخصصات الدقيقة وهذا سيكون يتم وفق تعاقدات خاصة جدا وباتفاقنا مع الديوان حتى مبالغ السقف الرواتب لهم عالية جدا وهذه إلى تقريبا 40-50 طبيب سيكونوا موجودين في بعض التخصصات النادرة تعتبر وعشاس يعطون دفع حق المستشفى ويرفعون مستوى الخدمات المقدمة دكتور بالحديث عن موقع المستشفى يقع في منطقة جنوب السر وتعتبر منطقة ذات كثافة سكانية عالية أيضا المستشفى يغطي مناطق كثافة السكانية عالية نبي نعرف من حضرتك شنو المناطق بالضبط اللي يغطيها المستشفى طبعا المستشفى نحن بدأنا الآن هذه المرحلة دعونا نسميها الجزء الأول مرحلة التشغيل المنطقة الجنوب السر بس عشان نختبر الأنظمة ونختبر الكادر الطبي والفني والإداري بعدها فترة رح نبدأ يصير التوسعة لمناطق أخرى بدءا من مبارك الكبير وصولا إلى صباح السالمة وبعدها رح يبدأ تدريجيا إضافة مناطق جديدة حسب القرارات رح تصدر لاحقا فأعتقد فيه كم كبير من المناطق رح يغطيها المستشفى طبعا المستشفى خدماتها رح تكون الكويتين فقط غير الكويتين رح يستمرون في الأماكن التي تقدمهم الخدمات الحالية المستشفى القائمة حاليا نحن ولو نتكلم عن الخطة المستقبلية خمسينية أو الأربعينية العمر الافتراضي لمستشفى جابر والله أعتقد العمر الافتراضي دائما إذا شفت بره في مباني صالها خمسين سنة مئة سنة مئة خمسين سنة وشغالة فالعمر الافتراضي يعتمد على مدى الصيانة الموجودة نعم فإذا كان فيه صيانة مدروسة ومستقرة ومبرمجة وأعتقد أن رح يعطي مدى طويل لا نستطيع أن نحسبها في سنوات قصيرة لكن الخدمات عموما الصحية الآن في تطور شديد جدا ومتوقع لا نذيع سر إذا قلنا أن خلال السنتين القادمتين رح يتم تضاعف عدد الأسرة في المستشفيات من حوالي 7500 سرير إلى 16 ألف سرير هذا بشكل مجمل 16 ألف 16 ألف من خلال من خلال تثبيت والعمل على رؤية صاحب السمو لكويت 2030 فبحيث أن تكون خدمات قريبة من المواضن إضافة إلى توسعة الخدمات لرعاية الصحية الأولية في المناطق خصوصا أنه عندنا توسع أفقي في المناطق السكنية فبالتالي أعتقد الخدمات الصحية تأخذ الآن أو دخلت في مرحلة جديدة من التطوير النوعي والكمي بشكل كبير جدا بفضل الله السؤال 16 ألف سرير سريرية مضافة إلى القطاع الصحي في دولة الكويت كم غرفة أجماليها أجماليها أجمالي في الكويت هذا الأجمالي في المستقبلي الآن 7,5 سرير نعم مستشفى نتكلم عن مستشفى جابر مستشفى جابر يعني فيه 1168 سرير ثابت والمتحركة الملاحظة وغيرها 68 سرير إضافة إلى غير طبعا نتكلم عن النساء والولادة والحالات الثانية والملاحظات النساء والولادة إضافة إلى أن فيها المستشفى في 36 غرفة عمليات 36 36 غرفة عمليات منهم حوالي 26 غرفة عمليات رئيسية نعم وغرف عمليات متوسطة ومانور عمليات صغرى فسرة العناية مركزة في المستشفى من عناية مركزة ووحدات قلب ووحدات عناية خاصة 1196 سرير ف196 سرير فيها عناية خاصة وعناية مركزة يعتبر هذا مرقم مهول حتى الجهات الأجنبية اللي جاء يقولون أول مرة نشوف الحجم هذا في مكان واحد في هذا الحجم في كامل التخصصات فهو عبارة عن تحدي لكن إن شاء الله بإذن الله مبرمجة بشكل جيد ونتوقع إن شاء الله رح تمشي بس بخطوات مدروسة إن شاء الله نعم دكتور تحددنا كثير عن التمييز في آليات العمل لو نتكلم أكثر ونتفرع عليه آليات العمل في الصيدليات رح تكون ألكترونية الصيدليات قريبا جدا رح يكون كلها فولي أوتوميتد قريبا متى دكتور يعني خلال شهرين أقل شهرين 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 إحنا ترى فالأسابيع عندنا تفرق هلأيان أنا قاعد أقول لك يعني إحنا استلمنا المستشفى في خمسة عشر سبعة انتقلنا له وإلى آن نحن نستقبل مرضى أنا على دراية بكل الجهد الذي يقومون فيه أكيد أخواننا في القطاع الصحي ممثل أكيد في معالي وزير الصحة الدكتور باصل الصباح وأيضا الوكلاو الوكيل صحيح لا شك لكن أنا سأل السؤال هذا عشان أوضح لا لا بالعكس بالعكس هو دائما نحن دائما الناس يعني عندها صار عندها عامة استفهام على المستقبل نعم نعم الرؤية واضحة جميل المرحلة الأولى من المراحلة التشغيل الموجودة متى تنطلق المرحلة الثانية نحن طبعا مثل ما قلتك المرحلة الأولى الكاملة هي عبارة عن عيادة خارجية أجنحة عمليات إضافة إلى طوارئ هذه كلها مدتها ستة شهر ستة شهر ستة شهر هذه كاملة حلو ماشي بعدها سننتقل إلى المرحلة الثانية أيضا مدتها ستة شهر بالتوسع بعدد الأسرة وأنواعها والتخصصات نعم إضافة إلى التوسع في أنواع العمليات وغيرها فهي عملية تراكمية متدرجة بحيث كل خطوة تكون معروف في الخطوة اللي وراها نعم دكتور كل شيء بيبرلس وكل شيء إلكتروني حتى الصيدلية والدوى رح تتم آلية العمل فيها إلكترونية إلكترونية كيف بالنسبة حق كبار السن يعني مريض من المستشفى اللي هو عالج فيه حاليا لمستشفى جابر طبعا مع بدء التشغيل الآن رح يكون عندنا يعني بالنسبة لأي مريض رح يجي رح يكون معاه تقرير كامل عن حالته الصحية زين إذا كان عنده ملف سابق بأي مكان مو بالضرور يجيب ملفه المهم نجيب تقرير كامل عن حالته الصحية يكون تقرير حديث هذا التقرير رح يدش في الملف الصحي نعم وتقعد في ملف المريض نعم ولو ياب أي تقرير من بره من الخارج أو كذا رح ينزل مباشرة على الملف الصحي المريض رح يكون فيه كل ما يكون أشياء ورقية بس تكون موجودة داخل الملف إضافة إلى التعامل الإلكتروني اللي رح يبدأ من بدء تعاون مع مستشفى جابر وتلقي الخدمة فيها نعم هل في ناس يساعدون أو يعاون خاصة فئة كبار السن لو بالبداية هل لا هذه العملية سهلة فينا أنا لا متعود سراحة سادرية إلكترونية كيف دكتور أنا أعطي العادة الوصفة لا أنت مجرد تذهب في السلب هذا هو الشسم الصيد لي يكون مجهز لك الدول نازل عندها مباشرة فمباشرة سيسلمك الأدوية بس نعطي البطاقة المدنية وحتى سلب مجرد سلب التي ستشفي على الطبيب والتي ستشفي إلى شععة والمختبر وكل كل الأماكن ما شاء الله شيء جميل وآلية جميل إن شاء الله تستمر وإن شاء الله تتطور أكثر وإن شاء الله في فضل مجهودكم أكيد قواك الله أكيد الدكتور سعود الدرعة على كل هذا الشرح التفصيلي عن أكيد أحد المباني الجميلة وأيضا الإنجاز الصحي لإضاف حقيقة لدولتنا الحبيبة الكويت الدكتور سعود الدرعة كلما أخير أحبت وجهها المشاهدين والله كلما أول شيء شكر لكم علي تحت هذه الفرصة وشكرا على حسن استقبالكم على حسن حفاوتكم فينا وبعدين لا شك نحب أن أقدم شكر خاص معنا وزير الصحة دكتور باصل الصباح لأن لو لا جهود الحثيثة متابعة معنا وأنهينا يمكن التجهيز في مدة قياسية جدا 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 مع التجهيز مع الأنظمة الآلية مع الكادر الطبي سواء دكتور باصل الوزير الصحة أو دكتور مصطفى رضا وكيل وزارة ووكيل المساعدين حيث كان وقفتهم معنا وقفت يعني يشكرون عليها ولا شك إن قطاعات الدولة الأخرى ممثلة بوزارة المالية وأيضا لجنة الاقتصادية في مجلس وزارة كان لها دور في تسهيل عملية حصولنا على الموارد المالية استتاع مستشوى جابر وتشغيله هو حجر الزاوية في تطوير خدمات وإنعطافة جديدة في تطوير خدمات الصحية في دولة الكويت كل شكر لك دكتور على رحابة صدرك وعلى تلبيتك للدعوة لنا اليوم نورتنا في استوديو العالي الكويت كل شكر لك يا دكتور لولو شنو عندنا عندنا الحين زميلتنا دلالة العجمي ورايحة بفقرة سالفتهم وكرة الريشة بعد الفاصل شوفها معكم مشاهدينا استغربت محمد نشوفها مع المشاهدين